مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة إذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني أكيد لازم تحضروها وفي شغلة مهمة كتير كتير عم بتحكيها إنه في أكتر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبيتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني مرحبا يعطيكم العافية في هذا الفيديو رح يعطيكم آخر 18 تحديث لموضوع فيروس الكورونا بنهاية هذا الفيديو خليكم للنهاية رح تشوفوا أفضل كمامة ممكن تحميكم من كل الفيروسات بالإضافة إلى في خبر رقم واي اعتقد 18 خبر صادم خبر صادم يا جماعة شيء جديد تابعوا الفيديو اليوم دي نحكي عن آخر التحديثات عن فيروس الكورونا طبعا كنا بنعرف إنه الآن صار في انتشار واسع في فيروس الكورونا عبر تقريبا كل القارات دخل القارة الأفريقية بشكل غريب الآن آسيا أوروبا أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا فالوضع الآن بطل منحصر في مكان للأسف بدنا أعطيكم اليوم آخر التحديثات حوالي 19 تحديث عن فيروس الكورونا بس خليني قبل ما أبدأ أحكي شغلة حكيت عنها كتير يا جماعة يا أولاد الحلال يا مثقفين يا ناس يا طيبة ارحموا الشعوب العربية يعني هذه شعوب ذكية ما بنضحك عليها بكلامكم يعني في طبيب للأسف في ناش نحكي البلد عم نمعالي قابل تلفزيون المشكلة طلع وبيحكي إنه عنده الدواء تبع فيروس الكورونا يا جماعة الصين عندها تكنولوجيا وشغلين 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع عندهم الحالات اللي جربوا عليها ومش قادرين يلقوا العلاج أنت حضرتك بقدرة قادر ربنا هيك نزل عليك الوحي ولقيت العلاج إذا أنت فعلا طبيب وكتدعي أنك طبيب أي طبيب عشان يعلن أنه وجد علاج لازم يعمل أبحاث لازم يشوف في المختبر شو نوع الفيروس اللي بيحكي عنه إذا أصلا ما عندك أنت مختبر ما عندك هذا الفيروس في المختبر كيف أنت عملت عليها بحد لازم تشوف شو هذا الفيروس شو البروتين اللي ممكن أو الأنزيم اللي ممكن يحلل غلاف هذا الفيروس ويخليه يموت بعدين بيعملوا الاختبارات في المختبر بعدين على الحيوانات بعدين على الإنسان بعطوا ناس بلاسيبيا إفكت يعني دواء مائل ومفعول ونفس الدواء بيشوفوا المقارنة هذا اللي بيعمل فحرام حرام يعني يكفي 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 يعني ما بارف ما بارف واللاسف ما بتشوف غير في هالدول العربية ماشاء الله الذكاء الخارق يعني نحن لا نقلل من علمائنا في عنا علماء فعلا بس فيها دول اللي بخربوا على العلماء وبخربوا على طباء طبيب هذا المشكلة أنه طبيب يعني قلبي والله تقطع لما سمعت الكلام اللي بحكي لا له خاص بالعلم ولا له خاص بالطب ف أول إشي أول خلينا نهده شوي أول الأخبار اللي بدأ تيجي عن فيروس الكورونا أنه العدد الآن وصل إلى 84,174 حالة حسب إحصاءات اليوم مات منهم 2,876 حالة 2,876 حالة اللي تعافو شوف الرقم يا جماعة اللي تعافو 36,883 حالة 36,000 يعني تقريبا أقل من النصف بشوي يعني نحكي عن 40% من الناس تقريبا تعافو اللي الآن مرضى أكثر من 40,000 منهم 82% حالات مالد يعني متوسطة و18% منهم حالات صعبة وحرجة فيعني هذا بدعوا إلى بعض التفاعل إن شاء الله الخبر الثاني ما نحكي عنه طبعا وزارة الصحة الكندية إنها في كندا دعت للناس إنها تتحضر ل ما يدعى قد يحصل وباء وحكوا إنه كل شخص لازم يحاول يحصل على مونة من أكل غير لا يقبل للفساد أو أكل طويل الأمد الصلاحية لمدة لا تزيد عن أسبوعين لا تقل عن أسبوعين الآن زودوا المدة لشهر بما معناه إنه إذا أنت موجود في دولة أنا بحكي لك كل الناس في العالم ما تحل روحوا تعملوا بانك لما يصير المشكلة موجودة روح الآن اشتري مثلا شوية طحيل شوية سكر شوية رز ماكارونا معلبات الأكل اللي ما بيخرب بحيث إنك تحاول إنك تحتفظ في البيت بحيث إنه لا سمح الله صار إغلاق زي ما صار في مدينة وهان يكون عندك أكل يكفي للعائلة وما تفقدوا تموتوا من الجوع طبعا الصينيين كانوا أذكية في الموضوع هذا وحلوا الموضوع بطريقة جيدة عن طريق جابوا مؤن وصاروا يوزعوها للناس دول أوروبية وهلأ إيران بعض الدول العربية صارت تعاني من قلة بعض المؤن يعني عشان ما يصير بنيك ولا يصير أي مشاكل شركة كوسكو الكندية اللي عايش في أمريكا وكندا بعرف حطت إعلان حطت لكم إياه إنه عندهم لمدة سنة عندهم مونة لأربع أشخاص لمدة تكفي لمدة سنة بـ 8000 دولار وشيء طبعا مبلغ كبير بس لولا إنه راح يكون عليه طلب الشركة ما حطته هاي الدعاية يعني بتخلينا نفكر الخبر الثالث اليوم وضع اليوم رئيس دولة اللي هي رئيس دولة منغوليا ومسؤولين في الحجر الصحي لمدة 14 يوم بعد ما رجعوا من اجتماعات في الصين أول رئيس دولة يوضع في الحجر الصحي اشي غريب طبعا الخبر الرابع 388 حالة جديدة في إيران وصارت ثانية أكبر دولة في العالم فيها مصابين ووفيات بعد الصين طبعا سجلت اليوم 34 حالة وفاة أو سجلت إلى حد اليوم 34 حالة وفاة في أربع أعضاء في البرلمان مصابين بهذا الفيروس نائب وزير الصحة ونائبة رئيس الدولة لشؤون المرأة مصابين بهذا الفيروس فالموضوع شكله خطير في إيران في ناس كتير بتشكك بالأرقام وحتى في التست اللي عم بتسويه وزارة الصحة وزارة الصحة قاد أعلنت اليوم أنه في صعوبة في إيجاد الأرقام الصحيحة حتى هي وزارة الصحة الخبر الخامس دبلوماسي نمساوي الآن في الحجر الصحي بعد إصابته بكورونا خلال زيارته لإيران أو وجوده في إيران الخبر اللي بعده الصين اليوم أعلنت أنه أعداد المتعافين من فيروس أو المتعافين من فيروس كورونا لا ينقلون العدوى يعني إذا تعافى وصار سليم خلاص هذا الإنسان سليم صار عنده إسان مضادة وما بنقل الفيروس وهذا عادة في كل الفيروسات إذا تعالج لا ينقل الفيروس الخبر السابع اليوم نحكي عن دولة الكويت دولة الكويت أعلنت وزارة الصحة فيها أنه في تسجيل حالتين إجداد إصابات ارتفع العدد إلى تقريباً 43 أو 45 حالة والحمد لله الحمد لله ما في أي وفيات وإن شاء الله كلهم بخرجوا سالمين غانمين إن شاء الله خلال فترة بسيطة في دولة البحرين أو في مملكة البحرين برضو حكوا أنه في ثلاث حالات جديدة العدد الآن 36 حالة برضو ما في حالات وفيات وفيات الحمد لله وإن شاء الله ندعو لهم بالسلامة جميعاً في دولة كوريا الجنوبية هذا الخبر الذي بعده في كوريا الجنوبية قالت المراكز أنه في عدد كبير وسجلت اليوم 315 حالة ثاني دولة بعد إيران بتسجل عدد حالات ليرتفع إجمال المصابين فيها إلى 2337 حالة وبذلك تكون هي ثاني دولة بعد الصين من عدد الإصابات المؤكدة طبعاً في مشكلة في كوريا والتي بدأت منها المشكلة إنه في عندهم كنيسة هاي الكنيسة إلها تقوص خاصة يعني مش أرثدوكس ولا كاثوليك ولا غريك إلها إلها تقوص خاصة عندهم أحد هاي أهم الركائز إنه حتى لو كنت مريض لازم تحضر هذا اللي بيصير يومة لأحد الصلاة وهذه كانت المشكلة حتى الآن يعني عم بيحاولوا يمنعوهم يروحوا الناس مرضى بقولوا لهم إحنا رايحين للموت في أرجلنا إحنا بدنا موت من أجل الإله أو الرب طبعاً يعني أتوقع إنه في مشكلة في الموضوع ما بعرف إيش الآن حل وزاة الصحة أو البلدية تبعت هذه المدينة في كوريا الجنوبية لكن مفروض يتوقف هذا الموضوع أكيد للأمانة والصحة العامة الخبر العاشر فيسبوك تلغي أهم مؤتمر لها هذا العام بسبب الكورونا إحنا حكينا في فيديو سابق عن الأثار الاقتصادية وهي بدت أحدها على شركات كبيرة هنحكي برضو بعد الخبر البعض برضو أثر اقتصادي أبل أعلنت خسارة أكثر من 35 مليار 35 مليار بليون دولار من قيمتها السوقية بسبب فيروس الكورونا في تخوفات طبعاً من تراجع بشكل عام في الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي كان فيه تحذير منه من سيد طلالة أبو غزالة قبل عدة أشهر وحكي أنه سنة 2020 راح تكون سيئة للاقتصاد العالمي وفعلاً هي من أسوأ السنوات إلى حد الآلة للاقتصاد العالمي الخبر الثاني عشر أبرز شركات الطيران قررت تعليق طبعاً معظم رحلاتها وبالتالي تراجعت السياحة العالمية وهذا أدى إلى مشاكل طبعاً معظم السياح في العالم صينيين هذا إذا أدى إلى تراجع السياحة السياحة إلى هذا الدخل مهم جداً لكثير من الدول شركات طيران خسرت كثير باسترجاع ووقاف هذه الرحلات وطبعاً برضو كما نزول أسعار البترول أدى إلى انخفاض في الدخل للدول البترولية الخبر الثلاثاش هذا طبعاً خبر جديد وأعلن بعض العلماء في دول كثيرة منها الصين وكندا أنه في عقار قديم لمرض الملاريا قد يكون جيد في التغلب على فيروس الكورونا اسمه عقار الكلوركين أو كلورين فوسفات هو مضاد للملاريا يستخدمونه من حوالي سبعين سنة عالج حالات كثيرة والآن عم بيحاولوا أنه يستخدموه كعلاج في دولة الصين لسه بنستنى النتائج إن شاء الله تكون إيجابية الخبر الثلاثاش توكيو توكيو طبعاً رح يكون عندها الألعاب الأولمبية اللي بتصير كل أربع سنوات في الصيف هذا في شهر ستة لأسف اليابان أعلنت أنه ما عندها خطة بديلة لن تغير لن تلغي إلى الآن ما زالت مستمرة في استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية طبعاً استثمرت 12 مليار دولار 12 مليار دولار عشان تستضيف هالألعاب الأولمبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر